هذا وتشهد مراكز التطعيم إقبالاً لافتاً ومتواصلاً من قبل المواطنين والمقيمين على تلقي مختلف التطعيمات وذلك ضمن إطار الحملة الوطنية للتطعيم وقد بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الثلاثاء أكثر من مليون ومائتين وثمانية وعشرين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصليين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومائتين ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من تسعمائة وخمسين ألف شخص